هل أنت بتخافي من التنميط؟ أكيد بتخافي من التنميط أنك تبقى منمطة يعني بتعملي نفس الحاجات هي الشخصية الشرية الشريرة السئيلة الشعبية التماعة كل المواصفات بتاعته دي أنا خايف أتحان أتحط فعلا بين كوسين في المنطقة دي إيه اللي بعيد عنك في الشخصية دي وإيه القريب؟ في شخصية وداد اللي بعيد عني مش شلق خالص مش قنانية وعمري ما فكرت أن أنا أخد حاجة مش بتاعتي أنا دايما الحمد لله رضي اللي ربنا بيقسمه لي مش مؤزية لدركة أن أنا ممكن أروح أتبلع على واحدة وأعمل فيها مصيبة يمكن اللي فيها شوية شبه مني أنه أنا الغربة وزي ما نقول الشارع علمني إزاي بقاقوية يعني أنا فيها حتة القوة دي أن أنا قوية وأقدر أن أنا أروح وأجي وأسافر واعتمد على نفسي وأخد قرارات صعبة جدا ممكن قدامي هو أنت إزاي بتعملي حاجة زي كده بس أنا برضو بنهاية اليوم برجع لراحة نفسي أنا عايزة إيه؟ أنت نفسك في إيه؟ أنت بيعجبك إيه؟ أنت بتمبسطي بإيه؟ ابتديت مؤخرا أسمع نفسي من جوا كنت زمان بسمع الآخرين وأقول مثلا آه أنت لا أجي على دي وأطبطب على دي وأساعد ده وأساعد ده على حساب نفسي وصحتي فجيت في الآخر قلت لا ما هو أنا مش مستفادة أي حاجة والناس ما الطيب في الزمن بتاعنا دوت اليومين دول ما بقاش حد ما بقاش حد بيعامله أنه طيب بيقول عليه أنه سازج فبيستغلوا فلاقيت الموضوع بيهضر من صحتي فأقلت لأ أنا لازم أبقى قوية ولازم أعتمد على نفسي ولازم أنا اللي أتكلم وأنا اللي أسأل وأنا اللي أروح تعلمت أني أكون مسؤولة وأد كلمتي فهي ده يمكن اللي قريب مني من وداتي